السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا زوج له ولا ولد له أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين والمرسلين لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي عاش طوال عمره وطوال حياته يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد المشركين الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيات والأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله جبريل يسأل والنبي يجيب دروس في العقيدة والإيمان والتوحيد وقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب موفق سديد ولم لا والسائل هو جبريل والمعلم والمجيب هو البشير النذير صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث الطويل الذي يجتمل على الدين كله والذي رواه البخاري مختصر ورواه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وغيرهم وقد اعتمدنا رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى لطولها ولما تحويه من الجواهر واللآلئ واللطائف والدرر وأذكر عن قصد وعن عمد لا تضيعا للوقت حاشا وكلا أن يكون تذكيرنا بكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تضيعا لوقت إخواني وأخواتي من السادة المشاهدين أبدا وإنما أتعمد ذكر الحديث لينزل علينا ربنا من رحماته وبركاته في كل مجلس فكلام الله نور وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نور وكلما كررنا كلام ربنا وأعدنا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ازداد هذا الفضل وازداد هذا النور روى الإمام مسلم هذا الحديث المبارك فقال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقين أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم معظما مفخما ثم قال ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع أصحاب رسول الله قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال صدقت قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فيخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فيخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها يعني علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق يعني السائل فلبثت مليا يعني عمر فقال يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسله أعلم قال إنه جبريل إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أيها الأحبة نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السادس والأربعين ولازلنا مع هاتين الكلمتين المباركتين التربويتين الغاليتين حدثني أبي أنا لا أطل النفس في هذا المنهج التربوي إلا عن عمد وعن قصد لأنني أعلم أن كل بيوتنا في حاجة إلى العودة من جديد لهذا المنهج التربوي القرآني والنبوي الذي عبر عنه عبد الله بن عمر بهاتين الكلمتين الجليلتين حدثني أبي ثم حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يشتمل على الدين فواجب على الآباء أن يحدثوا الأبناء ليذكروهم بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفضيلة وبالرذيلة وبالحلال وبالحرام وبالتقى وبالشقاء وبالهدى وبالفجور ليقف أولادنا على الحق في زمن تموج بهم الفتن موجا بل يعيشون كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية يعيشون في بحر اللجي من الفتن يغشاه موج من الفتن يغشاه موج آخر من الفتن بل إذا مد ابن من أبنائنا يده لم يكد يراها إذا أخرجها والله لم يكد يراها بل إذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة لتنتشله من هذا الغرق المحقق في شباك الشبهات وبحور الشهوات جذبت الإبن أياد أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا ممن لا يريدون أبدا لأولادنا أن يتربوا على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه أنا أذكر حضراتكم فقط لأنني تغيبت عنكم أسبوعين أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق تحدثت تحدثت مع حضراتكم عن التربية بالحب والتربية بالعقيدة والتربية بالعبادة والتربية بالأخلاق ولازلت أتحدث عن البناء الأخلاقي وقلت بأن البناء الأخلاقي قلت إن البناء الأخلاقي لا يقل أبدا مكانة ولا خطرا عن البناء العقدي والبناء التعبدي تحدثت عن الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي ألا وهو الأدب ثم تحدثت بالتفصيل عن الأساس الثاني من أسس البناء الأخلاقي ألا وهو الصدق ولا زلت أتحدث بالتفصيل أيضا عن البناء عن الأساس الأخلاقي الثالث ألا وهو الأمانة وعرفنا الأمانة لغة واصطلاحا وقفنا على معاني الأمانة التي وردت في كتاب الله جل وعلا ثم بدأنا التفصيل فتحدثت عن الجوارح كأولى الأمانات التي هي قريبة من قريب فهي قريبة منك جدا بل هي فيك وهي أمانة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا كما ذكرت في اللقاء الأخير بالتفصيل وأنا لا أريد أن أعيد ما ذكرتكم به وحديثنا الليلة عن أمانتين جليلتين من أعظم الأمانات ألا وهما أمانة العلم وأمانة الكلمة أمانة العلم وأمانة الكلمة العلم أمانة عظيمة عند العالم وعند الداعي إلى الله وعند طالب العلم أمانة من أجل الأمانات ومن أعظم الأمانات الأمانات الأمانة الأمانة هو الذي يجتهد ويتعلم ويحصل العلم ويبحث عن الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الأطهار الأبرار الأخيار ويبلغ هذا العلم للأمة بحكمة ورحمة وأدب وتواضع يبتغي به وجه الله عز وجل لا يرى لنفسه فضلا ولا يرى لنفسه حقا على المدعوين لا يرى لنفسه فضلا لا على العلم ولا على الدعوة ولا يرى لنفسه حقا على المدعوين ولا يزور بهذا العلم الفتاوى العرجاء بالهوى والحرص على الدنيا أو على الشهرة أو على المال وإنما هو يؤدي هذه الأمانة بصدق يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى هذا هو العالم الأمين فالدعاة إلى الله عز وجل نوعان والعلماء نوعان وهذا من نفيس كلام شيخنا وإمامنا بن القيم رحمه الله قال العلماء نوعان علماء جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعمالهم وأفعالهم فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا قالت أعمالهم للناس لا تسمعوا إلينا أسأل الله ألا يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه وصنف جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأعمالهم بأقوالهم وأعمالهم فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا صدقت أعمالهم أقوالهم فقالت الأعمال هي الأخرى هلموا إلينا هلموا إلى طريق النجاة هلموا إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة هذا الصنف الكريم المبارك هم ورثة الأنبياء هم السائرون على درب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين هم الذين يرفعون نفس الراية ويحملون نفس المنهج ويسيرون على ذات الطريق وذات الدرب الذي مشى عليه هؤلاء الأبرار من المصطفين الأخيار من الأنبياء والمرسلين هؤلاء أيها الأفاضل هم ورثة الأنبياء كما قال إمام الأنبياء الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والدعاة إلى الله كما ذكرت نوعان دعاة على أبواب الجنة ودعاة على أبواب الجهنم يا شيخ اتق الله اتق الله يا رجل فيه رجل داعي داعي يقول قال الله قال الرسول وتقول لي على باب جهنم نعم دعم ده أنت بتقولها بثقة أوي نعم ولم لا وهذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم والحديث في أعلى درجات الصحة رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحذيفة أمين السر النبوي رضي الله عنه وأرضاه يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني انظر إلى هذا الفهم العجيب والوعي العميق كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني لأن الخير بين لأن الخير بخير أما الشر فهو بشر على طول الخط وإلى قيام الساعة فأصحاب القلوب التقية وأصحاب الفطر السوية وأصحاب العقول الذكية يعرفون الخير ولا يغيب الخير عنهم أبدا بل ويرون حتى في الفتن الحالكة يرون راية للخير مرفوعة فينضوون تحت لوائها ولا تؤثر فيهم تلك الفتن لأن قلوبهم بيضاء كل ما عرضت عليها الفتن ازدادت إشراقا وبياضا لأنها تعرض عن الفتن وتصد وترد هذه الفتن كما قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليماني أيضا في صحيح مسلم حين قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودة يعني فتنة فتنة فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب حذيفة على سؤاله الفذ الفريد كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام العظيم وبهذا النور المشرق إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر الله 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 فهل بعد هذا الخير من شر بعد هذا الخير وبعد هذا النور في شر فقال الصادق صلى الله عليه وسلم نعم فقال حذيفة رضي الله عنه فهل بعد ذلك الشر من خير قال صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن قلت وما دخنه يا رسول الله قال دعاة يهدون بغير هدي خل بالك دعاة يهدون بغير هدي طب علامتهم كيف أعرف هؤلاء الدعاء فقال الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر تسمع كلاما تعرفه وتسمع كلاما تنكره وتستنكره وتستغربه ولا تقبله لا تقبله بقلبك ولا بعقلك لأن الله جل وعلا قد أودع القلوب واعظا واعظا يعظها ويدلها على الخير وعلى الشر كما قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وفروات النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم أما الداعي فوق الصراط حدث جميل طويل أما الداعي فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم فواعظ الله في قلب كل مسلم ففي قلب واعظ وفي قلبك واعظ وفي قلبك يا أختاه واعظ ما هو الواعظ تيجي حضرتك تنم بالليل يأتيك هذا الواعظ يقول لك أم صلي ولو تلت ركعات لله عز وجل تريد أن تخرج عشرة جنيهات يقول لك خليهم مية تنظر نظر محرمة يقول لك تق الله يا رجل حرم عليك تقول كلمة كذب أو كلمة غيبة أو كلمة نميمة يقول لك حرم عليك تقول كلمة لا تبتغي بيا وجل ويقول لك الكلمة دي انت قصدت بها إيه ماذا كنت تريد وهكذا واعظ الله في قلب كل مسلم لكن ذكرت قبل ذلك أن كثيرا من الخلق قد قتلوا هذا الواعظ في القلوب فأصبح كثير من الخلق لا يسمعون صوته لأن أنفاسه قد خنقت بالمعاصي والإسكات المتتالي والمتعمد لصوت هذا الواعظ الذي يصرخ في أعماق القلوب نعم لطالما غض كثير من الخلق الطرفة عن صوت هذا الواعظ الكريم في قلب كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ارجع معي لتعرف علامات هؤلاء الدعاء قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال له حذيفة وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن وفيه دخن قلت وما دخنه يا رسول الله قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقال حذيفة فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي رواية الإمام المسلم قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يا الله هو إنسان من جلدتنا ليس شرقيا ولا غربيا بل من جلدتنا من بني جنسنا ويتكلم بلغتنا وبلساننا ويتزي بزينا نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومع ذلك أقول فيهم الصادق هم دعاة على أبواب جهنم جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعون الناس إلى جهنم بأعمالهم وأحيانا بأقوالهم أيضا بأقوالهم أيضا فهم دعاة بدع ودعاة ضلال ودعاة هوى ودعاة فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله أن يعصمني وإياكم وأن ينجيني وإياكم بمنه وكرمه وفضله ورحمته إنه ولي ذلك والقدر عليه فقال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك نعم أيها الأفاضل العلم إذن علماء هداية وعلماء ضلالة علماء يدلون الناس على الجنة بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وصنف آخر يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعمالهم وأحوالهم أو يدعون الناس إلى جهنم بأقوالهم وأعمالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهل أوقع القدرية والمرجأة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله اللهم علمنا وفهمنا ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين إذن أيها الأحبة العلم نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى بل لا يجوز لي ولا لك ولا لك أيها الفاضلة أن نتكلم أو أن نعمله إلا بعد أن نتعلم عن الله ورسوله باب العلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري وصدر الباب بقول ربنا الملك العلي للحبيب النبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال الحافظ بن حجر نقلا عن الإمام الخطاب رحم الله علمائنا جميعا قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين بالعلم في قوله تعالى فاعلم وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل إذن لا بد أن نتعلم عن الله ورسوله بل وما دام العلم في الأرض ببقاء العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين فالناس على هدى وعلى خير وإذا رفع العلم بقبض العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وقع الناس في الضلال وفي الشقاء كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فالعلم أيها الأفاضل هو الدليل المنير في الظلماء وهو الأصل العاصم من جميع الفتن والأهواء العلم به يعرف الله جل وعلا ويوحد العلم به يذكر الله جل وعلا ويمجد العلم لا يمنحه الله إلا للسعداء العلم لا يحرم منه إلا الجهلاء الأشقياء الناس من جهة الأصل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء قال جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال جل جلاله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والأحاديث في فضل العلم كثيرة وليس فضل العلم موضوع الحلقة لكنني فقط أود أن أقول بأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وكفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة على أدنى رجل في الأمة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال بأبي وأمي وروحي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم يعني كفضل النبي على أقل رجل في الأمة بل يا ترى ما هو فضل النبي على كل الأمة على كل الأمة وعلى أرقى وأعلى رجل في الأمة على أبي بكر الصديق فهو الرجل الأول في الأمة ما فضل النبي على أبي بكر تصور كيف يكون فضل النبي على أدنى رجل في الأمة كيف يكون ففضل العالم على العابد كفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة فالعلم أيها الأفاضل أمانة عند العالم خلي بالك بأه النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سئل عن علم فكتمه من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل يوم القيامة بلجام من نار آه خلي بالك بأه العلم عندك أيها العالم أمانة والعلم عندي أمانة والعلم عند الداعي إلى الله وعند طلاب العلم أمانة ماذا نبتغي بهذا العلم لماذا تعلمنا العلم ولماذا نعلم العلم هذه الأمانة من تعلم العلم ليماري به العلماء ليجادل به العلماء و ليناطح العلماء من تعلم العلم ليماري به العلماء و ليماري به السفهاء فهو في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار يا الله شايف أديه المسألة خطيرة هذا خائن للأمانة معه علم بس خان الأمانة تعلم العلم ليجاري به العلماء تعلم العلم ليماري به السفهاء تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه لم يتعلم العلم لله جل وعلا و لم يتعلم العلم لينتفع به هو ابتداء في دنياه و أخرى و ليعلم الأمة الحق بحق و ليدل الأمة على الله جل وعلا بحق و لينتشل من يعيشون في الظلام ليخرجهم من هذا الظلام إلى النور إلى نور العلم بالله بأسمائه و صفاته و كماله سبحانه و تعالى فشتان شتان بين عالم يزور بعلمه الفتاوى العرجاء لذو السلطان أو لذو الشأن والأمر أو لذو المال والجاه أو لنفسه و لشهرته و لسمعته و لمكانته و لحرصه على المال و بين عالم يبتغي بعلمه وجه الكبير المتعال لا يتعلم إلا لله و لا يعلم إلا لله و لا يعلم إلا بأمانه و حكمه فهو ينظر إلى مآلات الأقوال و الأفعال و ينظر و يراعي المصالح و المفاسد فهو حكيم في طرحه حكيم في قوله حكيم في صمته إن تكلم ف بحكمه و إن سكت ف لحكمه و إن انفعل ف لحكمه و إن غضب ف لحكمه و إن ابتسم ف لحكمه هذا هو العالم الأمين الذي يبتغي بعلمه وجه رب العالمين و لا يتحرك بهذا النور إلا لينتشل من يعيشون في الظلام إلى نور التوحيد إلى نور السنة إلى نور الهدى و يبذل ما استطاعه لا يعرف للراحة طعما و لا يعرف للنوم طعما بل ربما ينام على فراشه و جموعه تنهمر مضرارا على وجنتيه لأحوال الخلق لبعدهم عن الله جل وعلا و لانحرافهم عن طاعة الله سبحانه و تعالى و يسعد سعادة غامرة إذا سمع بهداية فرد أو عبد من عباد الله تبارك و تعالى هنا أو هناك أو هنالك يستشعر السعادة و الفرح و كأنه هو الذي ذاق طعم الهدى و عرف طريق الهداية هؤلاء هم الأمناء الذين يحملون هذا الإرث الكبير و هذا العبء الثقيل و هذه الأمانة الضخمة التي حملهم إياها سيد الأمناء و إمام الأتقياء الأوفياء محمد صلى الله عليه و سلم ما أحوج الأمة الآن و رب الكعبة إلى هذا الصنف الأمين الأمين على العلم و أسأل الله أن يجعلني من هؤلاء الأمناء و أن لا يجعلنا أبدا من الخونة الذين لا يتقون الله في علمهم و الذين لا يتقون الله في تعليمهم و الذين لا يتقون الله في دعوتهم و تبليغهم أتوقف كثيرا عند حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة و إن كان في الساقة كان في الساقة و إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لن يشفع رجل مخلص مجاهد مخلص مجاهد متجرد لا يريد تلميعا سياسيا ولا طبلا ولا زمرا إعلاميا لا يريد بعلمه ولا بجهاده جاها أو وجاها إنما هو يريد وجه الله وتأتي بعد ذلك الدنيا تحت قدميه بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له هذا مجاهد صادق والعلم أشرف مراتب الجهاد تعليم الأمة الإيمان وتعليم الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعبيد الأمة لله جل وعلا أشرف مراتب الجهاد وأعلى مراتب الجهاد بلا منازع بل قلت ما شرع الله جهاد السيف إلا من أجل هذا الجهاد إلا من أجل جهاد الدعوة وإلا من أجل البلاغ عن الله ورسوله فنحن لا نرفع السيف في وجه أي أحد بل نتحرك بحكمة وأدب ورحمة وتواضع لنعبد الخلق في الأرض للحق لنسمعهم عن الله جل وعلا وعن رسول صلى الله عليه وسلم فإن أسمعناهم وقبلوا فالحمد لله وإن أسمعناهم وأقمنا الحجة عليهم وأعرضوا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لكم دينكم ولي دين أما إن حال أحد بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق قاتلناه نقول ذلك بكل عز وشرف واستعلاء ولا نخاف أبدا من آية في كتاب الله أو من حديث من أحاديث رسول الله لكن نحتاج فقط إلى فهم دقيق وإلى وعي عميق لفهم مراد الله جل وعلا ولفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يعاب علينا أن من حال بيننا وبين دعوة الناس جل وعلا دعوة الناس إلى الله جل وعلا وتعبيد الناس في الأرض للحق تبارك وتعالى نقاتله ولا نقبل منه هذا لأننا نعتقد اعتقادا جازما أننا نحمل النور لمن يعيشون في الظلام ونحمل الحق الأبلج لمن يعيشون في الباطل والضلال ونعرف طريق الهدى الأوحد لمن يعيشون في غياهب الضلال والإضلال ما الذي يعاب علينا في ذلك ونحن نعتقد ذلك في الوقت الذي نرى فيه جيوش الأرض من أقصى الأرض جيوش أمريكا وأوروبا في العراق وفي أفغانستان وقد جاءت بجند بأعداد لا حصر لها وبمعدات شيطانية مدمرة من أجل ماذا؟ من أجل أن تصدر لهذه الدول على حد زعمهم مفهوم الديمقراطية ومفهوم الحرية من وجهة نظرهم حتى ولو كان ذلك على فوهات المدافع والطائرات والصواريخ بل والأسلحة المجرمة والمحرمة لا يعاب على هؤلاء ويعاب علينا إن تحركنا بأدب وحكمة ورحمة وتواضع لنبلغ دين الله جل وعلا فمن حال بيننا وبين دعوة الناس بهذه الضوابط رددناه ودفعناه وقاتلناه وأقول بملء الصوت وأعلى الصوت وقاتلناه لأنه يحل بيننا وبينما افترضه علينا ربنا جل وعلا من البلاغ بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع فهذا يعتدي على حقنا فنحن نرد هذا الاعتداء ونقول له لا ليس من حقك أن تصدنا وأن تحول بيننا وبين إسماعي الدنيا عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لذا أقول أيها الأفاضل والله ما شرع جهاد السيف إلا من أجل جهاد الدعوة إلا من أجل البلاغ عن الله إلا من أجل البلاغ عن رسول الله وإلا فأذكركم فقط بأن دولة الإسلام أقيمت في المدينة النبوية قبل أن تعلن أول معركة وقبل أن تدار أول معركة في الإسلام هي معركة بدر معركة بدر أقيمت وللإسلام دولة بكل مقومات الدولة من القائد ومن القوم ومن الحكومة ومن الأرض من مقومات الدولة المعروفة في وقعنا المعاصر دولة مقامة للإسلام على أرض المدينة أقامها الله جل وعلا بفضله سبحانه ثم بفضل دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليرصي دعائم هذه الدولة الإسلامية على أرض المدينة النبوية وبدأ يعقد المعاهدات والمعاقدات كقائد دولة صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي رسول لا أفرق بين صفة الرسالة والنبوة وبين سائر الصفات لرسول الله عليه الصلاة والسلام لكنني لا أقدم أي صفة للنبي صلى الله عليه وسلم على صفة الرسالة والنبوة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرصي دعائم هذه الدولة المباركة على أرض المدينة النبوية المباركة وأقيمت أول معركة في الإسلام بين التوحيد والشرك وبين الإيمان والكفر في معركة بدر كانت دولة الإسلام مقامة أرجو أن ينتبه طلابنا وأولادنا وشبابنا لهذه فهي من أدق اللطائف وأجملها وهذا من كلام أمتنا وعلمائنا فما أنا إلا ناقل فقط لسادتنا وإمتنا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق للسير على ضرب هؤلاء الأدقياء إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه نعم أيها الأفاضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعالم الأمين والداعي الأمين هو الذي يستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء أول تاني العالم الأمين والداعي الأمين هو الذي يستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية طاهرة بيضاء العالم الأمين هو الذي يشخص الداء بدقة وأمانة ويحدد الدواء بدقة وأمانة العالم الأمين هو الذي ينصح لله جل وعلا ينصح الحكامة والأمراء والملوك وولاة الأمر بأدب وتواضع وحكمة ورحمة بلا عن ترية جوفاء وإنما بصدق مع أدب بصدق مع حكمة بصدق مع كلمة مهذبة كلمة رقيقة وأنا أعجب لمن علم العلماء الأدب ولمن علم الدنيا الأدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب الملوكة والحكامة والرؤساء من غير المسلمين يرسل رسالة إلى هرقل والحديث في صحيل بخاري فيقول من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه إلى هرقل عظيم الروم إلى هرقل عظيم الروم أي أدب هذا وأي حكمة هذا فأنا أفرق أفرق بين الحكمة بين الحكمة والصدق وبين العنترية الجوفاء التي لا قدم لها ولا ساق لا من الحكمة ولا من الأدب ولا من العلم ولا من الفضل ولا من الصدق أيضا فليس معنى ليس معنى أن أكون حكيما أن أكون مميّعا للحق فالتمييع للحق ليس من الحكمة على الإطلاق ليس معنى أن أكون حكيما أن ألبس الباطل ثوب الحق حاشا وكلا ليس معنى أن أكون حكيما أن أسبة وأن أشتم بألفاظ ما تفوه بها سيد الدعاة وإمام التقاه ليس معنى أن أكون حكيما أن أزين لولاة الأمر الفتاوى العرجاء التي تتسم مع مبتغاهم مبتغاهم ومع ما ينشدونه ويريدونه فإن كان الحاكم اشتراكيا قلنا إن الاشتراكية هي الإسلام وإن كان الحاكم قلنا إن الاشتراكية هي الشرى في الإسلام وإن كان ديمقراطيا ينادي بالديمقراطية بمفهوم الغرب قلنا الديمقراطية هي روح الإسلام وهي لب الإسلام ورحنا لنستدل بالأدلة القرآنية العالم الأمين هو الذي يراقب رب العالمين في طرحه وفي كلامه ولا ينظر ورب الكعبة في قوله البتة إلا إلى ربه لا ينظر إلا إلى ربه فهو لا يرى في قلبه إلا ربه جل وعلا لا يرى إلا هيبة الله وإلا عظمة الله ولا يرى إلا جلال الله ولا يبتغي بطرحه إلا وجه الله ولا يبتغي بقوله إلا وجه الله وإلا رضا الله ثم هو يحترق قلبه على واقع أمته فإن انفعل فبصدق فبصدق وإن أخر معلومة فبصدق لا يجامل بهذا التأخير مخلوقا ولا يجامل بهذا التأخير أحدا فربما يؤخر هذا العلم لحكمة يا شيخ اتق الله بقى فيه تأخر علم الحكمة أيوة يا أخي أيوة يا أخي قد يؤخر العالم الأمين العلم لحكمة يراها ولمصلحة يراها روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم اسمع وانتبه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا الله 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 شايف البشر دي شايف البشر الجميل دي أي بشرة والله العظيم أنا أراها أعظم بشرة والله أراها أعظم بشرة بصغة أفعل التفضيل أراها أعظم بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا اسمع خلي بالك بقى فقال معاذ بن جبل رضوان الله عليه أفلا أبشر الناس بذلك رسول الله قال لا قال لا معقول لا لا أبشر الأمة بهذه البشرة لا في حكمة للتأخير في حكمة في تأخير هذه البشرة ما هي قال لا تبشرهم فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا أي فيتواكلوا على هذه البشرة دون العمل فأخر معاذ بن جبل هذه البشرة طوال حياته طوال عمره لم يحدث بها الأمة اللهم إلا على فراش الموت تذكر حديث رسول الله فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد يكتم العالم الأمين العلم قد يكتم العالم الأمين العلم في مسألة من المسائل في مسألة من المسائل لحكمة يراها لمراعاته المصالح والمفاسد لترجيحه هذه المصلحة فليس معنى ذلك أن يخون هذا العالم أو أن يتهم في نيته أو أن يتهم في دينه أو أن يرمى في عرضه وشرفه لا ورب الكعبة يقول أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في بخاري حفظت وعائين من العلم بثثت أحدهما وأمسكت الآخر ولو بثثته لقطعت مني هذه الحلقوم وبعض أهل العلم اجتهد في هذا الوعاء الذي كتمه أبو هريرة رضي الله عنه فقال إنه أسماء الملوك والأمراء الظلمة كتمه خوفا على نفسه سبحان الله ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة الشاهد أيها الأفاضل العالم الأمين العالم الأمين هو الذي يبتغي بعلمه وتعليمه وجه رب العالمين هو الذي يسير على ضرب سيد المرسلين وإمام المعلمين هو الذي يقول قال الله قال رسوله بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بفهم أصحاب النبي وبفهم الآئمة الأطهار والعلماء الأبرار من السابقين السابقين العالم الأمين هو الذي يشخص الداء في الأمة بدقة وأمانة ويحدد الدواء بدقة وأمانة العالم الأمين هو الذي يبتغي بعلمه وجه الله ولا يزور بعلمه الفتاوى العرجاء لا لدنيا ولا لهوى ولا لمصلحة شخصية ولا لجمع مال العالم الأمين هو الذي يخاطب الأمة والمدعوين في كل زمان ومكان بما وصل إليه فهم المدعوين لا بما وصل إليه فهم الداعي أو فهم العالم نعم لا يستعلي على الخلق ولا يتكبر على الخلق وإنما ينزل بطواضع ليحمل معه الأمة ليرتفع بهم إلى عنان السماء ليرتفع بهم إلى عنان السماء إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله فهو ينزل إليهم بطواضع لينتش لهم لا يستعلي ولا يقول لهم أنا العالم وأنتم الجهلاء أنا التقي وأنتم الأشقياء أنا المتبع وأنتم المبتدعون أنا المهتدي وأنتم الضلال لا حاشا لله هذا خائن خائن عالم خائن للأمانة ولم يعرف قدر الأمانة وإنما العالم الأمين هو الذي ينزل إلى الأمة بطواضع بطواضع لينتش لها من البدعة إلى السنة ومن الضلال إلى الهدى ومن الفجور إلى التقوى ومن الباطل إلى الحق ومن الحرام إلى الحلال ومن الشر إلى الخير ومن الظلام إلى النور هذا هو العالم الأمين العلم أمانة والله الذي لا إله غيره ما تعمدت أن أقضي الحلقة كاملة في أمانة العلم وكنت أود أن أتكلم الليلة أيضا كما ذكرت في أول اللقاء عن أمانة الكلمة لكن يبدو أن الوقت لن يتسع للحديث في هذه الليلة الكريمة أيضا عن أمانة الكلمة ولما لا والكلمة من الخطورة بمكان وسترون ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة المقبلة وأنا أتحدث عن خطورة الكلمة سترون خطورة الكلمة وأمانة الكلمة وكم تحتاج الأمة الآن لا لا بل 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 تحتاج البشرية كلها الآن إلى الأمناء من أصحاب الكلمة لكن أيها الأفاضل أقول العلم نعمة من أجل النعم على العالم وعلى الأمة وإذا من الله على الأمة بعالم من علماء أهل السنة فهذه نعمة مستقلة أخرى تحتاج إلى مزيد من الشكر نعم قد ترزأ ولا أقول ترزق فالرزق رزق والرزق بالهمز مصيبة مصيبة ولذلك أرجو من إخواننا أن يفرقوا بين هاتين اللفظتين والكلمتين الله يرزؤك لا هذه مصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن الله يرزقك وأنا أعلم أن النيات كريمة وجميلة وصادقة وخالصة لكن أرجو أن نغير هذه اللفظة فأقول إن رزقت بعالم من علماء أهل السنة فاسجد لله شكرا وأعلم بأن الله عز وجل قد أنعم عليك بنعمة والله ثم والله لا يعرف كثير من الناس قدرها إلا إذا حرموا منها نعمة وجود نعمة وجود علماء أهل السنة بيننا الله أسأل الله أن يباركهم وأن يزكيهم وأن يحفظهم وأن يمدهم بمدد من عنده وأنا لا أقلل أبدا من قدر عالم من علماء أهل السنة أبدا ولا أريد من الأمة الميمونة المباركة أن تدخل في هذه المقارنة الغير مقبولة وهذا اختيار لأقل الألفاظ من عندي لا أرجو أن تدخل الأمة في هذه المقارنة الغير مقبولة بين علماء أهل السنة فلان كذا وفلان كذا يا أخي الحبيب هؤلاء زهرات وهؤلاء ورد في بستان الإسلام وفي حقل الدعوة إلى الله كل زهرة لها عبير ولها جمالها ولها جلالها ولها شذاها لا يمكن أبدا أن تقوم زهرة بما أعطاها الله جل وعلا مقام زهرة أخرى فكل زهرة لها شذاها ولها جمالها ولها عبيرها ولها جلالها فلماذي هذه المقارنات في التقليل من شأن علماء أهل السنة علماء أهل السنة أولا يسمعك هذا العالم آية عن الله جل وعلا أولا يسمعك هذا العالم حديثا صحيحا صحيحا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا يسمعك هذا العالم موقفا دمعت فيك عيناه دمعت فيه عيناك ورق فيه قلبك واقشعر فيه جلدك عن صالح من الصالحين وتقي من المتقين ألا يكفيك هذا بلى ورب الكعبة يكفي لتحمد لتحمد الله على هذه النعمة ولتدعو الله عز وجل لهذا العالم بمزيد من التوفيق والسداد والإخلاص والقبول والتأثير في الأمة ولذلك أنا أقول يا إخواني لما التناحر إذن ولما التصارع إذن ولما الخلاف إذن بين علماء أهل السنة علماء البدع لا يندرجون تحت صرادق هذا التأصيل وهذا البحث أبدا 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 عن علماء أهل السنة لما الخلاف لما النزاع لما الصراع ألا تشاركوني أن الأمر أحتاج إلى مزيد من التجرد والإخلاص وأحتاج إلى مزيد من الفهم عن الله ورسوله بأن حقل الإسلام يتسع لكل علماء أهل السنة وبأن الفضائيات تتسع لكل علماء أهل السنة فليس معنى أنه ليظهر عالم من علماء أهل السنة على الشاشة الفلانية أن المعنى كذا وكذا 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 أبدا لا تتسع أي فضائية لكل علماء أهل السنة فلما لا ينتشر علماء أهل السنة لما يرفض هذا الانتشار لما يفسر تفسيرات أخرى وقد تكون في كثير من الأوقات تفسيرات بالظن وبالهوى وبالباطل وبالكذب فحقل الإسلام يتسع للجميع وكل جهد لكل علماء أهل السنة كل جهد منضبط بالقرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم فهو جهد مقبول ومزكى ومبارك وموفق ومسدد ما دام البذر بذرا صحيحا وما دام الزرع زرعا صحيحا وليس كل عالم يستطيع أن يقوم بالدور الذي يقوم به عالم آخر فهذا من الله عليه في باب والآخر من الله عليه في باب والثالث من الله عليه في باب والأمة كلها في حاجة إلى كل هذه الأبواب الأمة كلها في حاجة إلى كل هذه الأبواب عالم يتحدث في العقيدة وعالم يتحدث في التاريخ وعالم يتحدث في السيرة وعالم يتحدث في الأدب وعالم يتحدث في التوحيد وعالم يتحدث في التفسير وعالم يتحدث في الأسرة وعالم يتحدث في الفقه وعالم يتحدث في اللغة الأمة في حاجة إلى كل هذه الأبواب في حاجة إلى كل هذه العلوم ولم ينبغي أن تقلل الأمة من قدر عالم في جانب برع فيه ووفق فيه وسدد فيه هذه ملاحظة في غات الأهمية لأنني أرى الآن ما يسمى بالأكازيون وأتابع وأسمع وأشاهد لا نبغي هذا لا نبغي أن نقلل من قدر عالم من علماء أهل السنة برع في باب لم يبرع فيه آخر ووفق في جانب لم يوفق فيه آخر فالأمة في حاجة إلى كل هذه الأبواب وإلى كل هذه الجوانب ولنبغي أيضا أن نعرض عن عالم من علماء للسنة وأن نقبل على عالم آخر من علماء للسنة ما دام العالمان يذكران بالله ويذكران بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم وبفهم السلف الأطهار الأبرار الأخيار وكل له رزقه وكل له بابه فلنبغي أبدا أن نقارن من أجل التقليل من شأن عالم ولنبغي أيضا أن يتصارى علماء أهل السنة علماء الحق ودعات الحق فحقل الإسلام يتسع لبذر الجميع ولزرع الجميع ما دام البذر والزرع صحيحا موافقا للهدي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ولنبغي أن أقلل من جهد عالم في باب من الأبواب لم يوفق إلا فيه ولذلك أنا أقول لا نبغي أن نعيب على عالم من علمائنا إذا لم يطرح مثلا قضية الأقصى أو قضية فلسطين لا نبغي أن نعيب عليه إزاي يا مولانا كلام ده إزاي عم الشيخ كلام ده أقول يا إخواني لا يستطيع كل عالم أن يطرق كل الأبواب قد يوفق عالم في باب من الأبواب وقد لا يجيد عالم آخر هذا الباب من الأبواب فإن تكلم فيه ربما يكون كلامه مخلا فلنبغي أن نعاب عليه كل له قدراته كل له قدراته لقد مضى زمن العالم الأوحد الذي يتكلم في كل القضايا وفي كل الفنون الشرعية مضى هذا الزمن عالم يتكلم في التوحيد وفي السنة وفي التفسير وفي التاريخ وفي اللغة وفي العقيدة وفي المنطق لا 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 مضى زمن ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم والفضل فإن لم يجد العالم بابا من الأبواب وأحجم عن الحديث فيه لا ينبغي أن نقلل من شأني وهذا ما كنت أصله الآن لتعلم الأمة أنها في حاجة إلى كل علمائها فقد يغطي هذا الباب وهذا الجانب عالم آخر من علماء أهل السنة لا يستطيع هذا العالم نفسه أن يغطي الجانب الذي يغطيه أخوه العالم الآخر الذي لم يوفق في طرق هذا الباب وفي الحديث في هذا الموضوع هذه مسألة في غاة الأمية لأن بعض الناس قد يسيئون الظنة ببعض العلماء الذين لا تحدثون في مثل هذه القضايا أنا أقول فلا ينبغي أن يطرق العالم بابا لا يملك مفتاحه أبدا قد يسيئ قد يسيئ العالم ومن تكلم في غير فنه أتى بالأعجيب من تكلم في غير فنه أتى بالأعجيب فلماذا لا يقتصر العالم على فنه ولا تقلل الأمة من شأنه ومن قدره وليقلل إخوانه من العلماء من شأنه ومن قدره لا أجيد الحديث في موضوع ما فليتحدث في هذا الموضوع فلان ذلك أنا أقول دائما لإخواني هنا في القناة هناك قضايا معينة لا نبغي أن يطرقها كل إخواننا وإنما فلنختر لهذه القضية بعض العلماء وليطرقوا هذا الباب وليلجوا هذا الباب بقوة بما أتاهم الله من علم في هذا الجانب حتى لا تعرض على الشاشة شبهة شبهة يتشربها قلب من القلوب ولا يجد هذا القلب الذي تشرب الشبهة ردا مفحما قويا من العالم ينتجع هذه الشبهة من القلب أحيانا تعرض شبهة ويكون رد العالم على الشبهة أضعف من الشبهة الأصلية فتزداد الشبهة تمكنا من القلوب المريضة وهذه قلوب لا يخلو منها زمان ولا مكان على وجه الأرض وفي كل العصور والأزمان فلا حرج أن تنتجب الأمة البعض ليتخصص كل واحد من العلماء في ميدان وفي مجال هذا الكلام الذي أقوله ليس بدعا مني وإنما هو منهج سيد الدعاة في الدعوة إلى الله جل جل علاه وصلى الله وسلم وعلى خير من علم ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بحمل لواء الدعوة إلى الله في المدينة النبوية بلى ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه بحمل لواء الدعوة إلى الله في اليمن بلى ألم يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري لواء الدعوة إلى الله جل وعلا في اليمن أيضا بلى ألم يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بحمل السيف وقتال المشركين ومنافقين وهو يقول له خالد سيف من سيوف الله سله الله على المنافقين ومشركين بلى ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يجلس ليكتب الوحي حتى يترجم الإمام البخاري ترجمة بليغة فقيها لزيد بن ثابت فيقول باب كاتب الوحي هكذا يلقب زيد زيد بن ثابت كاتب الوحي كل له مجاله كل له دوره كل له موهبته كل له طاقته فلما هذا التقليل من شأن علمائنا ولما هذا التحقير ثم أختموا أختموا بملاحظة أخرى مهمة يا أحبابي علماء أهل السنة ليسوا معصومين ليسوا ملائكة بررة وليسوا رسلا وأنبياء بل هم بشر لا نقول بالعصمة لأبي بكر الصديق أبدا لا نقول بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم علماء أهل السنة يعتقدون أن العصمة للرسل والأنبياء وقد دفنت العصمة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات فلا عصمة لأحد بعده ومن ثم فنحن لا نعبد علماءنا بل نعبد الله جل وعلا نحب علماءنا ونحب الحق أكثر منهم وإن أخطأ عالم من علماء أهل السنة نعذر له ولا نقلده في خطأه ولا نتبعه في خطأه بل نعذر له ونقول أخطأ بتأويل سائغ بل وأحيانا باجتهاد يؤجر عليه أرجو أن يكون الكلام دقيقا واضحا إن أخطأ عالم من علماء أهل السنة فهذا وارد فهم ليسوا بمعصومين نعذر للعالم من أهل السنة إن أخطأ ونقول أخطأ بتأول سائغ تأول الدليل أخطأ بتأول أو بتأويل سائغ بل وأحيانا باجتهاد يؤجر عليه فإن اجتهد العالم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد هذه مسألة في غات الأهمية ومن وقف على الخطأ وجب عليه أن يبين الخطأ لهذا العالم بأدب السنة وخلق صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم وعلى العالم وجوبا لا ندبا واختيارا أن يذعن للحق بدليله أن يذعن للحق بدليله وأن يعلن للدنيا كلها خطأه وأنه أخطأ في كذا وكذا بدليل كذا وكذا ويعلن أنه تائب عن خطأه في حياته وبعد مماته وأنه موافق للحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله وأنه راجع عن كل قولة وكلمة خالف فيها الحق بدليله من القرآن والسنة فما وافق الحق بدليله فهو دائر معه حيث كان وحيث دار سامحوني على هذه الإطالة والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا أهلا للأمانة وأن يرزق علماء أهل السنة مزيدا من الأمانة والتوفيق والإخلاص وأن يمدهم بالصحة والعافية وأن يبارك في أعمارهم وأن يحسن أعمالهم وأن يزكي نفوسهم وأن يشرح صدورهم وأن يوسع أرزاقهم وأن يبارك في بيوتهم ونسائهم وأولادهم وعلمهم وتعليمهم ورميهم إنه ولي ذلك والقدر عليه وأعتذر كل الاعتذار إن وجهت الليلة هذه النصائح لعلمائنا من أهل الفضل فوالله الذي لا إله غيره ما قلت هذه الكلمات إلا كما أقول دائما من منطلق الشعور بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالأهلية فلست عالما وإنما من منطلق الشعور فقط بالمسؤولية إنما كان من الواجب أن لا يخاطب العلماء إلا عالم ووالله ثم والله لا أزعم أني منهم ولا أدعي أني واحد منهم بل أقول أسير خلف رك بالقوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي من باب الشعور بالمسؤولية لا من باب الشعور بالأهلية قدمت هذه الكلمات التي أسأل الله أن يجعلها هيينة ندية على قلوب سادتنا وإمتنا وشيوخنا وعلمائنا فالعلم رحم بين أهله وأنا طويلب علم على الدرب وعلى الطريق والله تعالى أسأل أن يرزقنا العلم والفهم والعمل وأن يجعلنا أمناء على هذا العلم في التعلم والتعليم والدعوة والبلاغ إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا